السرطان والرمضان اليوم نتكلم عن السرطان والرمضان والصيام بالنسبة للإنسان اللي عنده سرطان كين جوجل حاجة جوجل معطاية علمية عندنا معطاية علمية واحد مؤكد بالدراسات دي العلاقات دي الصيام والسرطان وعندنا معطا تاني اللي هو غير مؤكد وهو إيجابي العلاقة الإيجابية ما بين الصيام والسرطان والذي الدراسة الله بدأت فيه واللي قد نتكلم عنه حتى هو السرطان هو واحد الخلايا في الجسم الإنسان كيولي وتكاتر بطريقة عشوائية السرطان هو في الجسم الإنسان كتبقى تكاتر بشكل عشوائي في الكابيد أو في القلب أو في الدماغ أو في الدم أو في غيره وكتولي ما عنداش اللي يحكمها فوضوية ولكن سرطان مرة عسمية رسرطانات مختلفة هي سرطانات مختلفة جداً لمحة الخطورة دياله ولا الأعراب دياله ولا العلاج دياله ولا الأمل في الحياة من بعد العلاج دياله تختلف يعني اختلف كبير جداً ولكن كلها القاعدة المشتركة دياله هي خلايا تتكترو بدون دحاسيب ولا راقي العلاج اللي قلنا المؤكدة هو أنه التراسات بينات على أنه المريض بالسرطان اللي إلى نقص الوزن دياله أو نقصات الكتلة العضلية دياله إلى نقصاته كتشكل خطر على التصائل على الإنسان اللي عنده سكر وخبلا سيا الإنسان اللي عنده كونسير كي يدير دوا دياله الطبيب اللي شاف على أنه الوزن ديره نقص ولا الكتلة العضلية دياله بدد تكده كي نقص من الأدوية أو كي يوقفها حتى كي يطلع، تاكي تطلع لوازن وطلع الكتلة العضلية عاد كي يستأنفها إذن من اللي كي نقص لوازن الكتلة العضلية كي يوالي الإنسان عنده الخطر دياله الوفاة أكبر بكثير من الإنسان اللي عنده السرطان ومنقص الوزن ديره ولهذا أي سبب اللي كي أدي إلى فقدان الوزن أو لا فقدان الكتلة العضلية تعتبر عامل من عوامل خطر بالنسبة للإنسان اللي مريض بسرطان وبالخصوص كنت كلمت بحنا على الصيام إلا الصيام نقص لنا من الكتلة العضلية دينا ولن نقص من الوزن دينا الإنسان كي هو اللي خطر عليها هذه علاقة مؤكدة وتابتة ولذلك الإنسان اللي هو اللي كيدير الأدوية وإحنا كنقولوا بالخصوص كنتكلموا على كيدير مثلا الشيميو تيرابي اللي كيدير للدواء الكيميائي الناس اللي كيددوي مثلا بالهرمونات وغيرها ما كينش إشكال إذن هذه علاقة مؤكدة إلى نقص الوزن دينا واللكوت للعضلية ولكن الصيام غدي نقص لنا من هاد شي راكيش كل خطر على الحياة دينا طبعا إنسان كنتيجة ولهذا الأطباء كي يقولوا الإنسان اللي عنده اللي كيدير الشيميو تيرابي اللي كيدير العلاج الكيميائي لأن العلاج كيميائي فيه كذلك الإنسان كيكون عنده القائد فيها كيكون يسهل كتكون مشاكل أخرى الإنسان اللي كيدير العلاج الكيميائي مخصوش يصوم والخصوص 6 شهر من بعد العلاج الكيميائي عادي مكل يصوم لذلك هذه نقطة الأولى هذه نقطة الأولى ومهمة جدا علش مهمة؟ لأننا كنا نسمع بزاف الناس كيقولوا دي باللي راح صار باش يعاون السرطان يعاون العلاج دي السرطان أحنا شفنا لبع الأسف الصيام سواء صيام ديني اللي احنا عندنا في إسلام ولا الناس أخرين اللي كيديروا الصيام طبي ولا غيره إلا نقص لنا في الوزن ديالنا ولا نقص لنا في الكتلة العضلية كيقولوا خطر علينا السرطان كيقولوا كيقتل أكتر وأكتر وأكتر و لكن في المقابل كين دراسة كتيرة جدا اللي كتأكد بأن اليوم شوية بشوية على الأقل دراسة اللي كنا دابة في المختبرات كنا دراسة على الحيوانات اللي كتأكد بأن الغد صيام الصيام طبي اللي كتدار علي الدراسات كين كل يساهم في التقليل من الآثار الجانبية للعلاجات الكيميائية ديال سرطان العدد من الدراسات بينات أن الناس الذين كانوا يديروا الصيام الطبي والإسهال العلاج الكيميائي ينقص عند الناس الذين كانوا صاموا. كان دراسات أخرى ولكن لم يخصنا هذه البداية الأولية قلت غير مؤكدة بأن هذا الصيام يحرم ينقص السكريات. نعرف الخلايا السرطانية تعيش بالسكريات كذلك على أنه الجسم الإنسان يعرف الخلايا السليمة صحيحة في الجسم الإنسان التي تنقص عليها السكريات وتنقص عليها الطاقة وتعرف كيف توقف وتأقلم مع النقص بينما هذه الخلايا السرطانية التي تكاتر بلا حسابين ولا راقين لا تعرف وتنقص عند السكريات وتنقص عند السكريات وتنقص عند السكريات ولكن تفرص بعض المواد التي تختلها وهذا كي ساهم في أنه صيام طبي كي يمكن يحارب بعض الأنواع الخلايا السرطانية. هذه مسائل بقى في بداية ديالها وممكن الاستغلال ديالها في المستقبل. ما هو مؤكد اليوم هو أن الإنسان الذي يديره السرطان والشيميوترابي بالنسبة للصيام في الدين دينا الإسلامي ومثلين على الأكل والشرب يعني خصوه يصوم خصوه يفطر من اللي يكون كي يدير شيميوترابي وحتدوا استشور عادي بكل يصوم ولكن الأفق هي مفتوحة جدا بالنسبة للمستقبل على أنه الصيام كيمكن تكون عنده فوائد إيجابية في المواجهة للأطار الجانبية للأدوية الكيميائية وكيمكن تكون عنده حتى أدوار في المواجهة هذه الخلايا السرطانية ولكن هذه معلومات بقى يعني في المختبرات وعلى الحيوانات بقى خصوصها دراسات وتجارب على الإنسان كي يمكن أن نستخلص منها الدروس النهائية ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا